ايها الكرام اختاروا اصحابكم بعناية في صدر الاسلام كان المشركون يأتون الى المسلمين ويقولون اتبعوا سبيلنا لا تتبعوا محمد وسنحمل عنكم خطاياكم يوم القيامة الا يمر عليك الان في هذا الزمن بعض الاصحاب ويقول لك ذنبك علي وانا المسؤول هذا اذا ليست بالحيلة الجديدة حيلة قديمة موجودة والله سبحانه وتعالى ماذا قال عنهم قال يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم سوف يكون حمل على حمل فهل تريد ان تكون كذلك ان ابراهيم الخليل لما تبين له ان اباه عدو لله تبرأ منه ونوح تبرأ من ابنه لماذا لانه عمل غير صالح ويوم القيامة اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا مننا كذلك يريهم الله اعمالهم حسارات عليهم وما هم بخارجين من النار واعظم موقف هو تبرؤ الشيطان من اتباعه وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم بعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي يوم القيامة يا كرام يوم يفر المرء فيه من اخيه وامه وابيه انتبه لنفسك وحصن نفسك فالقرين اما ان يرفعك واما ان يخفضك فاختر قرينك بعناية اسأل الله ان يرزقنا رفقة طيبة نأخذ بأيدينا نحن وهم حتى نصل الى جنة الله عز وجل اشتركوا في القناة